اشتركوا في القناة وخليل رب الواحد الرحمن صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان والله أعلى شأنه في آيه ولدينه يعلو على الأديان هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد تزود جوال زاد استراحة النفوس المطمئنة جوال زاد جواهر مكنونة لدرة مصونة جوال زاد in lighting your life زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد والآن خدمة جديدة قناة زاد الصوتية تصلك يومياً طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد الاشتراك ارسل خمسة إلى الرقم ثمانين ستمائة لمشتركي الجوال وستة ثمانية ستة ثمانية لمشتركي موبايلين فإذا عائشة إذا كان في نفسها شيء وعندها شيء من التأثر وربما غضبت من شيء فإنها ما كانت تهجر في اليمين إلا اسمه عليه الصلاة والسلام فتقول لا ورب إبراهيم وإذا كانت راضية تقول لا ورب محمد إذا حلفت إذا غضبت قالت لا ورب إبراهيم لا تهجر إلا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وأما ذاته فهي تحبه ولا شك وتختار الحلف برب إبراهيم للعلاقة بين نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الخليل وكان صلى الله عليه وسلم يحتمل من نسائه ما يحصل ولما أباح الله له أن ينكح من تهب نفسها له من النساء بدون مهر في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دون المؤمنين فجعل بعض النساء يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليهبن أنفسهن له منهن خول بنت حكيم وأم شريك وليلى بنت الحطيم وغير هؤلاء النسوة أثار هذا بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة كنت أغار على التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجال قال القرطبي حملها على هذا الغير التي طبعت عليها النساء وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك وأن جميع النساء لو أنهن كن في نصيبه لكان ذلك قليلا فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلته فلا جناح عليك يعني تقبل من تشاء من الواهبات أنفسهن وترد من تشاء وهذا من إكرام الله لنبيه وهذا من خصائص النبي الكريم ما يجوز لأحد في الأمة أن تأتيهم رأة تقول وهبتك نفسي يقول قبلت يأخذها يمشي أما النبي عليه الصلاة والسلام محمد فإنه يجوز له بشرع الله وبما خصوا بي من الأحكام أن امرأة إذا جاءت وهبت نفسها للنبي أن يقبل ذلك بلا مهر وتكون له لما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك رواه البخاري يعني يوسع عليك في الأمور ويعطيك ما تريد وما يرضيك وإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنسى على ظاهره لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولو قالت ما أرى ربك إلا يسارع في مرضاتك لكان أولى لكن الغير يغتفر في حالها ما لا يغتفر في غيره فلذلك كانت عائشة تنفر النساء تقول إذا امرأة تريد أن تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام تذهب عائشة لي وتقول إيش عيد فيه امرأة تهب نفسها للرجال فيه امرأة تهب نفسها للرجال فتصدون عن ذلك فلما نزلت الآية توقفت عائشة واستسلمت لأمر الله عز وجل يرجي من يشاء يقبل من يشاء عليه الصلاة والسلام وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقاً فيدخل فيه الميل إلى الحق وغيره وربما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى فالمذموم الهوى الخالي عن الهدى أما الهوى بمعنى ميل النفس إلى الشيء وقد يكون حقاً فممكن أن نحمل كلام عائشة رضي الله عنها عليه ويكون هذا الأليق في الموقف من الصحابة مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج امرأة وهبت نفسها له كما روى الطبري عن ابن عباس بإسناد حسنه الحافظ رحمه الله طبعاً الأمر راجع إلى إرادته إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراده لكنه عليه الصلاة والسلام ما قبل ولا واحدة بالهبة معنى ويجوز له لكن ما قبل إن أراد النبي أن يستنكحها لكن الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام تحمل من عائشة ومن نسائه الغيرة وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين كان في بيت عائشة فأرسلت زينب بنت جحش وقيل أم سلمة بصحفة فيها طعام عائشة غارت ترسل له طعام في بيتي فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت طبعا وقع الطعام على الأرض فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ما الذي فعله؟ ضرب عائشة؟ ما الذي فعله؟ جمع فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة أن هذه نعمة ولا يصح أن تبقى مهدرة فجمعها في بقية الإناء ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم أمكم يعني سبحان الله ما سماها باسم آخر أمكم أم المؤمنين ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت رواه البخاري إذن وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به إناء بإناء طعام بطعام أخذ إناء من بيت المعتدية وأرسله إلى صاحبة الإناء المكسور بدلاً من المكسور وأبقى ذاك في بيت التي كسرت وقال غارت أمكم يعتذر لها ويبين عذرها لألا يحمل صنيعها على ما يذم وليبين أنه لم يغضب منها وأنه لم يبلغ الأمر في نفسه إلى كره لا غارت أمكم فيه إشارة كما قال ابن حجر رحمه الله إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأن في تلك الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثرته الغيرة ولذلك ورد عن عائشة مرفوعاً بسند لا بأس به عند أبي يعلى أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى يعني من شدة الغضب من شدة الغيرة يحجب العقل فلذلك من الممكن أن تتصرف تصرفاً غريباً عجيباً طائشاً وللاحظ في تلك القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر من كريم أخلاقه وجميل سجاياه وعظيم شمائله من العفو والكرم والصفح والتجاوز ما وسع تصرف تلك الزوجة في غضبها وغيرتها بل كان يصلح ما فعلته نتيجة الغيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر